كل عمرنا خلصنا ننتظر وصارت لازمة بحياتنا الله كريم تفرج مو هاي السنة السنة الوراها من الاثمانين للاثمانية واثمانين خلصنا الصبر ومل الصبر منه صارت وظيفتنا ندفن شباب واحنا ننتظر الفرج وكل خميس وكل جمعة نروح يم القبور على ذول الشباب الشهداء الرش ما يورد وقلنا تخلص وخلصت وما كانت سهلة ادينا بالتسعين طبنا للكويت وقلنا تخلص والله كريم وتفرج وخلصت وكانت ايام وسنوات عجاف رحنا للحصار وحرنا بخبزتنا شلون ناكلها وشلون ندبرها وقصص بالحصار لو تكتب لو سيناريست وتمثل وتقدم اعمال سينمائية ما صدقها احد على الارض وصبرنا وقلنا تخلص وخلصت وبعد بينا همل وبعد بينا حيل وخلونا نرد دغنية محمد عبدالجبار تانيةكم وجت الانتفاضة وقلنا يا الله انتفاضة الشعبانية بعد محطات الانتظار وما فرجت واتدمرت حتى محطات الانتظار وجت الالفين وثلاثة سقط النظام وقلنا يا الله راح تفرج والولد راح يجون وراح تصير قمره وربيع وراح نشوف الخير طلعوا الولد ما سبقهم احدا من قبلهم على الذي جرى في هذا البلد واحنا ننتظر هاي حكومة مؤقتة نصبر عليها قالوا يا ابا بالانتقالية وجدت الانتقالية ورحنا للانتخابات وبالانتقالية تنفجر السيارة ونشيل الجثث والدفاع المدني ينظف الشارع من الدم ونروح ننتخب لأن عندنا اصرار على ان نتمسك بالحياة وقالوا يا ابا مو بالانتقالية بالدائمية واجت الدائمية الأولى مالة المالكي وراحت الدائمية الثانية مالة المالكي واجت مالة العبادي وراحت مال عبد المهدي واحنا بالمحطة الأخيرة محطة الأخيرة هاي النسخة الخامسة ومن نسولف نسأل يابا شن الموضوع قالوا انتظروا يابا ننتظر بأي محطة ننتظر ولماذا ننتظر وليش هذا العمر كل خلص انتظار وصبر شن الموضوع وين الخلل الخلل بالشعب الخلل بالطبقة السياسية ما يصير شعب ستين سبعين سنة صار لا ينتظر أو ياهل يجي يريد حيل منك يعني هل هذا هي سياسة انتقام مبرمجة إلى هذا الحد للانتقام من هذا الشعب اصبر انتظر وآخر الانتظارات هذه المرة صار ثمانت شهر الولد الزعامات يتفاوضونه ليلا ونهارا حتى يسوونا حكومة ويجيبونا رئيس وزراء بمصطلح غير جدلي أنا قلتها البارحة أنا غير جدلي ما افتهمها بعدين اكو راح مصطلح اسم الانسداد انسدت بوجوهنا انسحب السيد قالوا هس فرجت صارت منت شهر وإلى الآن لم تبدأ المفاوضات بشكلها الرسمي ريد واحد سياسي ابن حلال يقول لنا من الذي يجري ولماذا هذا الوطن السياسيون قد مزقوه قد دمروه هم الذين استفادوا من امواله وخيراته وتركوا هذا الشاب على قارعة الطريق يتذوروا جوان حتى يقتني هذا السياسي ويقتني ذاك الزعيم ترجمة نانسي قنقر